السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى إياكم خلني نجي على الـ View Controller اللي يحتوي على الـ Table هنا نحتاج إلى مجموعة أشياء أول شيء هذا الربط مع الـ Table بمعنى لو نجي على الـ Main Storyboard نسنفت شيء مهم جدا الـ Table right-click ونجي هنا ونقول لـ Data Source نختارها مرة أخرى نهده Delegate نجي على الـ View Controller وهنا نقول لـ Class فارزة Ui-Table-View-Delegate Ui-Table-View-DataSource ذو رفتين كله شو مهمين أوكي للـ Database طبعا هنا راح يقول لي أنه Add عفوا هنا Data Source Ui-Table-Delegate تمام بهذه الصورة أجي أعمل مجموعة تعريفات لاحظ أنا أحتاج إلى أنه أعمل VAR Persons من الموديل Person يساوي MPT Array وهذا أيضا أضعها داخل أقواس المربعة أوبس بهذه الصورة بعد ذلك أجي أعمل لي VAR أنقل الـ ID لما أجي أعمل Click على الـ Table أنقل الـ ID من الـ Table للـ Edit حتى أعرف يا ID أنا راح أشتغل عليه وعد البيانات فأحتاج هنا Person ID يساوي مبدئيا صفر أحتاج أيضا VAR DB للـ Database Database Helper DB Helper أوكي اللي مغزون هنا Database هذا أوكي فعدنا هنا Database Helper يساوي DB Helper أنستانس نعمل من لعدها جميل يبقى علينا نربطها مع الـ Table طبعا هنا إذا أجينا على Main Storyboard واختارينا الـ Table تمام وأجينا على عفوا الـ Code ونسحب طبعا هنا عندك مجموعة نقدر نعملها Enter ونسحب من الـ Table ونجيب هنا الـ Table راح يكون View واسمه Table مجرد MuI Table View Connect خلاص هنا احنا ربطنا هذا نغلقه ونجي لهذا ونجي على View Controller من جديد من جديد تمام بس عدنا هنا View Controller class UI View Controller and UI Table بالتأكد ديليكيت وداتا سورس أوكي ما عندك أي مشكلة هنا آنا هلو يبقى هذا نعمل Command وclick عليه ويجمد لدي Definition في عندك مجموعة فنكشن آت نحتاجه. ذول الاثنين قاني احتاجهم اللي هو سيل فورو ونمبر اف سكشن. تمام لو اجي على الفيو مرة اخرى. واضيفهم هنا. هذا امسحها وهذا امسحها. اجي هنا اقول اقواص مجموعة. هذا ايضا اقواص مجموعة. شا احتاجه هنا. بس هذا ليش يظهر لي هنا انا ارور. خلينا عالجة بعدين. اه هنا شنو عدنا الوبشن انشي له. اوكي فنكشن بس كافي لنا. تايبل اف يو. يو اي تايبل اف يو. وين عدنا الرو انسكشن. لا مو هذا جان. هذا رو انسكشن. سيل فورو. نحتاج الى هذا. اوكي. هذا نحتاجه. هذا خلينا صحة. هذا ايضا. صحة. طيب. اهنا انا شنو عندي. number of row انسكشن. هذا مجرد اعمل لراتيرن. اه المن. للبيرسنز. لين هو. اري. كاونت. اهنا احتاج أعمل cell طبعا UI table view cell حلو هنا كله تمام let cell يساوي UI table view cell وين ال style هذا .default والidentifier اللي احنا عرفنا هو cell بعدين نجي نقول cell.textlabel.text راح يساوي لنا نقدر نضيف ال name تمام ال name نقطتين ونقدر هنا نعمل زائد persons مثلا للindex row index path dot row dot name ممكن ايضا اضيفيها ال age هذا اخذ كله ليش اعيد كتابتا age بهذه الصورة لكن هذا equal to name ال age لازم احول الى string لانك incantation فش اعمل x string قوسين احول ال age لان ال age راح يجيلي من ال database على شكل number خلاص بس مجرد هنا اعمل return لل cell بهذه الحالة يكون عندي table جاهز اجي على الا لاحظ اختفى اللي انضفناها الفنكشنين بهذه الصورة واحد اجي اعد كم احتاج row والثانية هو شنو اضع بداخل هذا ال row حلو يبقى علينا الشيء اخر انه في حالة مثلا ال deadload اوكي لما يشتغل لازم مفروض انه يحمل البيانات فpersons يساوي النا ال database db dot في عدنا فنكشن اسما read اللي وراح يقرأ من ال database ويجيب النا المعلومات اضافة الى ذلك انه نحتاج انه نعرف في عدنا table نعمل ريلود لل data بهاذا الحالة راح يحمل ماذا يحمل البيانات اللي موجد فيها جميل جدا زين خلي نكمل معاها ال آلية الشي اسمه الحذف شنحتاج commit هذا اوكي اللي بيها commit editing style ui table اوكي حلو index path كلها موجودة فشن قل او 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 view view cell dot editing style dot delete تمام هذا شو رح يعمل في داخل ها اجي اقول db عني في عندي في ال database شي اسمه delete بس لازم انطيل ال id ال id على اساس من ال id على اساس persons index path dot row dot id عن طريقة اجي احذفها بعد ذلك اجي اعمل update لل array persons اعفو نساوي db dot read اضافة الى ذلك اجي اعمل tables او table dot reload data اوكي حتى بعد ما احذفها يعمل تحديث من جديد يجي البيانات وبعدين يعمل تحديث لل table ايضا حتى يضع بها البيانات الجديدة اوكي في عدنا ايضا في حالة اذا عملت select مفروض انه ياخذني على سبيل المثال لل edit صح ف شنو اللي احتاجه احتاجه هنا اعمل اي function كان ها that select that select هذا الفunction احتاجه that select شي يقول يقول person id يساوي person id and او persons صح persons ال index path dot row dot id اللي هذا ال id هذا شنو لما اعمل click عليها رح يرحلني لل edit بس لكن لما اروح لل edit لازم اعرف ال id شنو هو حتى اعرسلها عفوا لل edit تمام هذه الخطوة استباقية لانه احنا بعد ما عملين ال insert لازم نعمل insert بعد نعمل edit لكن جهزنا ال function خلونا نوقف هنا نكمل اياكم درس القادم الهنا نقول مع السلامة